الرئيس السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات القضية الليبية الجيش الليبي يعلن إعادة تشكيل غرف لمكافحة الإرهاب والمرتزقة الأجانب وترامب يقول إن بلاده تواجه عدواً غير مرئي ويتهم الصين بأنها مصدر كورونا الثامنة مساء في القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزون إخبارية أتيكم من إكترا نيوز أهلا بكم وفي البداية نجدد رجاءنا لجميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أحمي أهلك وحمي بلدك بداية أخبارنا من القاهرة حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيرير راموفوزا تطورات الرهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة وقال المتحدث باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من راموفوزا استعرض خلاله ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار وتضع حداً لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب مع عودة مؤسسات الدولة وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته من جانبه رحب الرئيس راموفوزا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية وإنهاء مخاطر تدعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبية والقارة الأفريقية ككل هذا وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة فضلاً عن أفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والرأي أنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبيا الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان فإن إثيوبيا تقدمت بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك كونه اقتراحاً مخلاً من الناحيتين الفنية والقانونية وأضف المتحدث أن المقترح الإثيوبي الذي رفضته كل من مصر والسودان يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية أعلن الجيش الوطني الليبي عن قراره بإعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش للتفاعل مع المعركة وأشار الجيش إلى أن عملياته تهدف إلى مكافحة الإرهابي والمرتزقة الأجانب مشيراً إلى أن تركيا تدخلت لدعم من وصفهم بأعداء الوطن وأضاف الجيش الليبي أنه غادر المدن من أجل حماية المدنيين مشيراً إلى أنه سيقاتل العدو في أراضي مفتوحة قال الرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن هناك حملة ممنهجة تستهدف الحكومة وخلال مؤتمر صحفي أشار دياب لأن الإشاعات عمقت أزمة العملة المحلية وأضعفت اقتصاد البلاد وأضاف أيضاً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن عدد كبير من ملفات الفساد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي يواجه عدواً غير مرئي قادم من الصين مشيراً لأن بكين هي مصدر فيروس كورونا وخلال حفل تخرج كلية وست بوينت العسكرية أضاف ترامب أن من قوة يمكن أن تضاهي الجيش الأمريكي لأفتل إلى أنه هو القوة الأولى في الحفاظ على السلام دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى خطة جريئة في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصادي في بلاد بعد أزمة كورونا وأشار كونتي إلى ضرورة وضع خطة لتجاوز أزمة البلاد في وقت رفضت شخصيات في المعارضة الإيطالية حضور المحادثات الطارئة التي تم تنظيمها على عجل وقوبلت بانتقادات واسعة نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخبارية أكسترانيوز دوتيفي شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة